فيلمنا بيبدأ مع دبيكا واللي بتكون عايشة مع زوجها واطفالها الاتنين في النرويج بعد مهاجرتهم من الهند وهناك بتهتم الحكومة انها ترايب اطفال المهاجرين وده عشان تضمن ان الاهالي موفر لهم بيئة امنة وسليمة يعيشوا فيها وفي بيت دبيكا بيزورها اتنين من اعضاء وكالة مشهورة في النرويج لرعاية الاطفال وبيبقوا بيقيموا سلوكها مع اطفالها وطريقة تعاملها معهم لمدة 4 شهور وبتزهق دبيكا وبتشتكل زوجها من الفترة الطويلة اللي بتضطر تستقبل فيها الاخصائيين فبيطلب منها تصبر عشان يقدر ياخد الجنسية من غير مشاكل وبنشوف دبيكا وهي قاعدة مع الاخصائيين اللي بيكتبوا كل ملاحظاتهم عنها وبتشاركهم دبيكا اكلها وبتعاملهم كأنهم جزء من علتها وفي يوم وقبل ما الاخصائيين يمشوا بيطلبوا منها تكون موجودة بكرة هي وزوجها عشان التقييم النهائي فبتوافق دبيكا وبتتصل بزوجها عشان ياخد اجازة من شغله تاني يوم وفي الشركة اللي نيرودا زوج دبيكا بيشتغل فيها بيبلغوا صديقه اللي بيكون هندي برضو بان دبيكا قالت له انها ترتاح بعد الاجتماع الاخير للاخصائيين وبيظهر ان نيرودا بيكره صديقه بسبب ان هو وزوجته بيدخلوا في حياته وفي تاني يوم بيحضر الاخصائيين من تاني وهناك بيتهموا نيرودا انه مش بيساعد دبيكا في شغل البيت فبيستغرب نيرودا وبيقولهم انه بيشتغل برا البيت وزوجته بتشتغل في البيت وبيسألهم لو في مشكلة في ده فبيقوله انها قالت لهم انه مش بيساعدها فبيستغرب نيرودا جدا وبيتكلم مع دبيكا بالهندي وبيسألها ان كانت هيا فعلا اشتاكت منه فبتنكر دبيكا انها عملت كده وبتكون مصدومة في الاخصائيين اللي بيقولوا كده فبيقوم نيرودا من مكانه عشان يعمل مكالمة تليفون وبتفهم دبيكا انه عايزها تقوم وراه اطفالها وبيركبوا معهم العربية وما بتصدقش دبيكا اللي بيحصل وبتطلع تجري وراهم باقصى سرعة لحد ما بتقع اكتر من مرة لكنها بتقوم وبتكامل وهي بتصرخ باسماء اطفالها واللي بيكون واحد فيهم عنده خمس سنين اما الطفلة الصغيرة فبتكون لسه رضيعة وبيجي نيرودا وراها بالعربية وبيخلي دبيكا تركب معاه وبيمشوا ورا العربية اللي فيها اطفالهم وهناك بيوصلوا لمكان للرعاية مقفول بالحواجز وبيشوفوا اطفالهم وهم بالناس غريبة ومش عارفين يعملوا حاجة وبتنهر دبيكا وبيغم عليها من الصدمة وبعد شوية بتفوق وبتلاقي نفسها في ضر رعاية لاطفالها هيكونوا فيها وبتعرف من زوجها ان الحكومة معتبر ان بيتهم مش مكان امن لتربيت الاطفال وانهم كمان مش مؤهلين لتربيتهم وانهم هيفضلوا في حضامة الحكومة النرويجية لحد جلست الاستماع وبيتعين الحكومة محامل دبيكا ونيرودا واللي بيكون هندي لكن مش بتبقى دبيكا مقتنعة باللي بيحصل وبتكون مش فاهمة لمطرة ترجع اطفالها بمحامي ومحكمة وبتقرر انها تسرق موبايل زوجها وبتروح للمكان اللي فيه اطفالها وهناك بيرفض حارس الامن انه بيدخلها بسبب ان فيه موعيد معانا للزيارة وبيديها رقم المركز وبيطلب منها تتصل بهم تاني يوم فبترجع دبيكا البيت وفي تاني يوم بتتصل اكتر من مرة بالمركز عشان تتأكد ان اطفالها فيه وبعد شوية بيصحى زوجها من انهم فبتحضر له دبيكا الفطار وبتسأله عن اللي هيعملوه فبيتهمها نيرودا انها السبف اللي بيحصل لهم وده لانها مش ام مؤهلة وتتصدم دبيكا من كلامه لكنها بتسكت وبعد شوية بيجي لها مكالمة من والدها واللي بيعرف اللي حصل وبيقرر انه يسافر لها هو والدتها وفي تاني يوم بتروح دبيكا مع نيرودا للمحامي اللي هيساعدهم في القضية وبيوريهم قايمة بالاتهمات اللي متوجهها لهم من الاخصائيين واللي بيشتكوا فيها من انها بتأكل اولادها بيديها وبتحط لهم كحل وكمان بتسيبهم يناموا جنبها وبيقولهم انه فاهم اختلاف الثقافات وعشان كده بيطلب منهم مقلقوش وبعدها بيقول لنيرودا انه كمان متهم انه ما بيساعدش زوجته في الاعمال المنزلية وعشان كده هما معتبرينهم غير مؤهلين لتربية الاطفال وبيطمنهم انه هيكسب القضية بكل سهولة وفي تاني يوم بيجي معادل محكمة وبيتكلم المحامي عن الفرقات الثقافية بين الهند والنرويج وانهم مستحيل يقدروا يجبروا كل المهاجرين على اتباع ثقافتهم وده لان كل شخص عنده معتقداته وافكاره في تربية اطفاله ولازم يحترموها وبيقتنع القضي بكلامه وبيوافق انه يرجع الحضانة لديبيكا لان ما فيش اسماب كافية لضر الرعاية وبتفرح دبيكا جدا وبتجهز نفسها عشان تروح تاخد اطفالها في تاني يوم وبيوصل والدها والدتها اللي بيحاولوا يدعموها وفي تاني يوم بتروح دبيكا مع زوجها والدها والدتها در رعاية وهناك بتقابل اخصائين اللي اخدوا منها اطفالها فبتسألهم عنهم ولكنهم بيقولولها ان تم اقاف الحكم وتحويل القضية لمحكمة المقاطعة وده لان ظهر شهود جداد من المدرسة بيتهموها فيها ان بيتها مش مناسب لرعاية اطفالها وانها كمان مش بتساعد ابنها في الدراسة واللي بيكون مصاب بطيف التوحد وبتتصدم دبيكا وبتنهر عصبيا وما بتكونش مصدق ان ولادها يفضلوا بعيد عنها كل ده وبتفضل تجري في الحضانة وهي بتنادي على ولادها وبيستغل الاخصائين الفرصة وبيصوروها عشان يثبتوا انها غير مستقرة عقليا فبيخرجها زوجها والدها من المكان عشان يهدوها وبيتصلوا بالمحامي وبيعرفوا ان تم استبعادوا من القضية وده لانه هيتم نقلها المحكمة حقوق الانسان الاوروبية وبيطامنوا من هيكون معهم محامي تاني يدفع عنهم وفي تاني يوم بيجي معادل المحكمة وبيقابل المحامي دانيل واللي هيترفع بنيابة عنهم في القضية وفي المحكمة بتعرض المحامية الخاصة بدر الرعاية صور لديبيكا وبيتسرخوا بتعادف الحضانة عشان يثبتوا انها غير مستقرة عقليا وكمان بيعرضوا فيديو لها ويبتقفل في وش ابنها الباب وبينادي عليها فبتقطع دبيكا المحكمة وبتقول انه وقع عزيزة على الارض وهي قفلت الباب عشان ما يتعورش وبتبص الاخصائية لصورة الفيديو في بيتها من غير ما تعرف وبتترجع تتكلم لكن بيظهر ان الاخصائيين قصدين ياخدوا منها اطفالها ويطالعوها مجنونة بأي طريقة وبعدها بيعرضوا فيديوهات تانية للمدرسين في المدرسة وهم بيتهموا دبيكا انها ام مهملة وبتأخر دايما واجبات ابنها وبعدها بتعرض المحامية تقرير بحدوث حالة عنف واسري في البيت وبيجي الدور على دانيل واللي بيقدم للقاضي ادلة بتثبت ان دار الرعاية دي غير مؤهلة اصلا لرعاية الاطفال على المدى الطويل وده معنى انها مستحيل تكون زي الوالدين الشرعيين وبعدها بيقول ان الوكالة كمان اخدت الاطفال بدون اذن الاب والام وبدون علمهم وده يعتبر خرق للقوانين فبترد عليه محامية الوكالة وبتقولوا انهم كانوا خايفين انهم يأذوا اطفالهم فبيتخانق معا دانيل وبيقولها انها ما عنداش ادلة على كلامها فبيقاطعهم القاضي واللي بيقرر ان يرفض دعوة دي بيكا باستعادة اطفالها وده بسبب الادلة اللي ضدها وبتخلص الجلسة فبتنهار دي بيكا وبتترجى القاضي يسمعها وبتقولوا انها بتحب اطفالها ومستحيل تأذيهم لكن القاضي مش بيسمع لها وبيمشي وبيسيبها وبيعد شهرين بتحاول دي بيكا فيهم تغير كل حاجة كانت بتعملها زي انها تاكل بالمعلقة وتعملوا غرفة خاصة باطفالها لحد ما فيهم بيجي لها مكالمة من واحدة هندية واللي بتجمعها بمهاجرين هنود حصل معهم زيها وبتكون واحدة فيهم محامية لكنها ممنوعة من ممارسة المحامية لان مش معها ترخيص وبتوري دي بيكا مستندات تثبت ان الحكومة من مصلحتها انها تاخد اطفال المهاجرين في نظامها وده لانها بتكسبهم ملايين بسبب نظام التبني وانهم اصلا بيجذبوا المهاجرين من البداية عشان يقدروا ياخدوا منهم اطفالهم وده معناه انها نوع من الجريمة المنظمة وبعدها بتوريهم واحدة فيهم فيديو الابن دي بيكا قدرت توصلوا من خلال المدرسة في الحضانة وبيظهر ابنها ومحبوسه بيعاية وبينادي عليها فبتقنار دي بيكا وبتروح بسرعة لزوجها الشوغل عشان تبلغوا باللي حصل وبتطلب منه يعينوا محامي خاص بيهم عشان يكسبوا القضية فبيقول لها انيرودا ما تقلقش لانه اول ما ياخد الجنسية هيقدر يرجع ولادهم بسهولة فبتترجع دي بيكا ما يستناش الجنسية ويعين محامي لكن بيقولها ما تصدقش الرغي اللي صحابها بيقولوه وبيديها ظاهر وبتفهم دي بيكا انه مش عايز يعين محامي خاص لانه مش عايز يسرف فلوس زيادة فبترجع البيت وهي حزينة وفي تاني يوم بتقرر انها تستنى لحد ما يمشي وبعدها بتلبي صدمها وبتاخد اكلها وجواز صفارها وبتخرج من البيت وبسبب صحابها اللي بيتواصلوا مع مدرسة من الحضانة بيعرفوا البيت اللي ولادها سكنوا فيه فبتتسلل للبيت وهي معها لعبة ابنها المميزة واللي اول ما بيسمعها بيعمل نفس الصوت فبتعرف دي بيكا الشقة اللي هو فيها وبتقدر تدخله وتاخد بنتها وبنها وبتهرب بسرعة بالعربية وبتقرر انها تسافر السويد وفي المطار بتمضي دي بيكا جواز صفارها وبيبقى قدامها بوابة واحدة عشان تدخل المطار لكن فجأة بيوقفها مجنوع من الزباط وبياخدوا منها ولادها وبيحتاجزوها فبتنهار دي بيكا وبتدرب الشرطة وبتحاول ترجع عيالها وبعد شوية بيوصل زوجها ومعها المحامي دانيال واللي بيقولها انها عملت حاجة خطيرة مستحيل تعدي وبيفضل يترجع الضابط انه ما يحبسهاش فبيوافق الضابط لكن بيقرر انه يبعى تسجيل الكاميرات وتقرير باللي حصل للمحكمة وبعدها بترجع مع زوجها والدها للبيت وهناك بيتخانق ان يرودها معها بسبب اللي عملته وبيقولها انها هتكون السبب في انه ما ياخدش الجنسية فبتتعصب عليه دي بيكا وبتقوله انه مش بيفكر غير في الجنسية وانه عدى ثلاث شهور ما شافتش فيها ولادها وما بقيتش مستحملة فبيضربها ان يرودها بالقلم على وشها لكن دي بيكا بتردوله القلم فبيتعصب عليها اكتر وبيجرها من شعرها وبيحبسها في قضتها وفي تاني يوم بيروح ان يرود الشغل وهناك بيروح له صديقه ومخضود وبيسأله ازاي ما قالهمش على اللي حصل لولاده فبيقوله ان يرودا ان هو مراته السبب اللي حصل له بعد ما قدمه فيه شكوى وانه الولاده ما كانش تريب ولا كان ولاده اتاخده منه فبيقوله صديقه انه ضرب مراته لدرجة انه كسر لها درعها فبيتعصب عليه ان يرودا وبيطلب منه ما يدخلش في حياته تاني وبعد فترة بيجي معادل محاكمة التانية وبيوصي دانيل دي بيكا انها ما تتكلمش اسناء المحاكمة مهما حصل وبيقول لها انه هيقول لها لقاحة التهم الموجهة ليها فبتوقفوا دي بيكا وبتقولوا انها حفظهم كويس قوي وبتقولوا اول تهمة هي ان الام غير مستقرة عقليا اما التانية فهي ان الاطفال بيناموا جنب والدهم ووالدتهم والتالتة انها مش بتأكلهم بالمعلقة والربعة انها بتحط لهم كحل والخمسة ان ابنها بيعاني من طف التوحد ومش بياخد الرعاية اللازمة منها والسادسة ان جوزها مش بيساعدها في عمل البيت والسبعة ان جوزها متهم بالعنف الاسري وبعدها بتكمل وبتقول انها حفظت كل حاجة فبيقول لها المحامل انها ما تعرفش انها متهمة كمان بتعدي على شرطة عسكري في المطار وانها خطفت طفلين تحت رعاية الحكومة فبتتهموا دي بيكا انه اصلا مع الحكومة ومن مصلحته انهم ياخدوا اطفالها عشان يقبط زي وزي المدرسين والقاضي والاخصائيين فبيدق دانيل منها وبيقول لها انه ما يعرفش هي بتتكلم عن ايه وبيجي مع قد المحاكمة وبيبدأ دانيل مرفعيته وبيقول القاضي ان الوكالة نزلت صورة لدي بيكا على موقع السوشيال ميديا وبتقول فيها انها نموذج للام غير مستقرة وان ده يعتبر خرق القانون خصية الانسان وبعدها بيطلب من الاخصائيين اللي كانوا بيقيموا دي بيكا انهم يطلعوا على منصة الشهود وبيسألهم لو يعرفوا مؤهلات دي بيكا اللي شايفين انها غير مستقرة عقليا وبيفاجئهم انها مهابة كالوريوس علوم وده معناه انها ست مصقفة وزكاية من زي ما هما شايفينها وبعدها بيسألهم عن الطبيب النفس اللي قايم حالة دي بيكا واللي اصلا ما شايفاش قبل كده وبعدها بيطلب الشهد التاني واللي بتكون اخصائي نفسي كانت بتشتغل في الاكالة وبتعترف انها شاهدت اكتر من عملية اختطاف الاطفال المهاجرين ونهم بيحبسوا ابن دي بيكا في قضة ظلمة ولما قررت تصوره اتسحب منها موبايلها وتهددت ان اطفالها يتاخدوا منها وعشان كده خافت وقررت انها تستقيل فبتعترض المحامية وده لان ما فيش دليل غير مجرد كلامها وبتعرض على القضي فيديو اعتداء دي بيكا على الشرطة واختطافها لطفلين تحت رعاية الحكومة وده بالنسبة لها معناه انها غير مستقرة وعشان كده اترفض دعوتها وتستمر حضنة الحكومة لاطفالها وبعد الجلسة بترجع دي بيكا البيت واي حزينة ومكسورة وبتتفاجئ بوجود عالة زوجها واللي بيظهر انهم بيكرهوها وفعلا اول ما بيشوفوها بيتهموها انها ما خدتش بالها من اطفالها وهي السبب في اللي بيحصل لها وبتقولها والدة جوزها ان ابنها تظلم معيها وما بتردش دي بيكا عليهم وبتطلع لقضتها وفي تاني يوم بتخرج من البيت وبتقولهم انها رايحة وضر عبادة لكن بتروح لمؤتمر بتبقى السفيرة الهندية فيه ومعها سفير النرويج بسبب تعاون مستقبلي بينهم فبتقطع دي بيكا الاجتماع وبتتكلم عن خطف الحكومة لاطفالها وعن انهم شايفين ان الهنود فقرة وجاهل وعشان كده ما يستحقوش يربوا عيالهم بنفسهم وبتسأل السفيرة لو هي فعلا هتعقد صفقة مع الناس اللي شايفينهم بالشكل ده وبعد المؤتمر بتخرج السفيرة في بيان رسمي بتعلن فيه انها مش هتلغي السفقة اللي بينها وبين النرويج وده لحد ما هتتحل مشكلة حضانة اطفال دي بيكا وبتتحول القضية بين قضية شخصية لقضية رقيعام وحرب بين البلدين وبتتعمل مظاهرات من المهاجرين في النرويج ضد الحكومة ودر الرعاية فبيقرر اصحاب در الرعاية يتفاوضوا مع دي بيكا وعليتها وبيروح واحد فيهم لاخو زوج دي بيكا اللي بيكون عام الاطفال وبيقنع ان يكون طرف ثالث مسؤول عن الاطفال في مقابل عشرة مليون روبيا في السنة الواحدة وبيعقد مع صفقة ان خمسة مليون هتكون ليه وخمسة مليون للدار فبيوافق اخو نيرودا هو في قمة ساعته وبعد شوية بيجي معادل جلسة واللي بتكون وداية وبيعرض ممثل الرعاية وجود طرف ثالث عشان قضية تتحل لكن لازم يكون الطرف موسوق فيه بالنسبة لهم فبتعرض دي بيكا ان الطرف الثالث يكون والدها ووالدتها فبيرفض ممثل الدعاية بحاجة انهم فوق الخمسين فبيقترح اخو نيرودا ان يكون الطرف الثالث لكن دي بيكا بتعترض تماما وبتخرج من القاعة فبيخرج وراها زوجها يقنعها توافق وياخدوا الاطفال يعيشوا معهم عادي وبيقولها ان مستحيل اهل وياخدوا منها اطفالها وبيوعدها ان بعدما التوتر والقلق داي يختفئها يرجعوا اسرة سعيدة ويسدوا الفجوة اللي بينهم فبتفرح دي بيكا بكلامه وبتوافق وبيتم توقيع العقد وتسليم الاطفال لحكومة الهند فبترجع دي بيكا لبلدها في الهند وبتستنى لحد ما اطفالها يوصلوا وبتشوفوا مع التلفزيون وهم بيتم تسليمهم لعمهم فبتروح بسرعة مع والدها اللي بتزوجها وهناك بتدور على الاطفال لكنها مش بتلاقيهم فبيقولها اخو نيرودا انها للأسف مش هتقدر تشوفهم ودلقناها عشان تشوفهم لازم الطرفين يكونوا موافقين وهم الحكومة الهندية والنيروجية وبما ان الحكومة النيروجية مش موافقة وهو مش موافق فوجودها غير قانوني وخطر كمان على الاطفال وبيوريها العقد اللي هي مضته بيديها فبتتصدم دي بيكا وما بتكونش مصدها اللي بتسمعه وبتيجي والدة زوجها تطردها من البيت هي واخو جوزها وبيرمولها ورق الطلاق عشان توقع عليه وبتعرف دي بيكا ان حتى جوزها خدعها وبتفضل دي بيكا كل يوم بتحاول انها تشوف ولادها لكن اهل جوزها بيجيبولها بلطاجية هي والدها العجوز فبتقرر دي بيكا انها ترفع قضية في المحكمة عشان تطالب فيها باطفالها وهناك بتتفاجئ بوجود دانييل واللي بيكون ممثل عن الحكومة النيروجية عشان يرجع الاطفال تاني لحكومة النيرويج وبيتهم دي بيكا انها وقعت على العقد بيشترت انها ما تشوفش ولادها كل ما هتسلمهم لطرف تالت واللي بيقبض عن كل طفل في الشهر خمسة مليون روبيا وبتتصدم دي بيكا من الكلام اللي بتسمعه وبتعرف ان دانييل بيتهمها انها باعت اطفالها مقابل الفلوس وبعدها بيكمل دانييل وبيجيب شاهد تاني واللي بيكون هو نفسه زوج دي بيكا واللي بيعترف ان دي بيكا غير مستقرة عقليا ومش مؤهلة لرعاية اطفاله فبتستجوب المحاملة الخاصة بدي بيكا وبتوريله صور وفيديوهات ليه هو ودي بيكا واطفالهم واللي بيقوا في قمة سعادتهم وبتجيب سجل المكالمات اللي بينهم وكمان تقرير من اكتر من المستشفى بيثبت صحة دي بيكا العقلية وبعدها بتسأله لو بيعاني من قرق او توتر او قلق او مأثر في شغله فبينكر ان رودا انه بيعاني من اي عرض من الاعراض دي فبتقوله انه اعترف بنفسه انه كويس وده لانه لو كان عايش مع زوجة مجنونة كان هيصاب بعرض واحد على اقل فبيبتسم القاضي وبيعرف ان رودا بيجدب وبعدها بتطلب المحامية ان القاضي يسمح لها تخلي دانيلي يطلع على منصة الشهود وهناك بتسأله لو فعلا معتقد ان دي بيكا ممكن تبيع اطفال عشان الفلوس فبيبص دانيلي دي بيكا وهو مكسوف وبيعترف انها مستحيل تعمل كده فبتسأله لو عنده شك ان دي بيكا كان عندها فكرة عن العقد اللي مضت عليه فبيقولها برضو لا وان غالبا زوجها هو اللي اقناعها فبتسأله لو شاف ان ممكن دي بيكا تكون غير مستقرة عقليا عشان حرب الدولتين عشان ترجع ولادها فبينكر دانيلي ده وبيعترف ان دي بيكا تقدر تربي ولادها فبتخلص المحامية وبتسيب الحكم للقاضي واللي بيطلب ان يشوف الولاد بنفسه في غرفته وهناك بيتفاجئ ان الولادة عارفين ما متهم بعد كل الفترة دي وده معناه انها مقدمانهم الحب الكافي والعناية الكافية اللي تخليهم يحبوها كده فبيقرر انه يحكم بالحضنة لدي بيكا واللي اول ما بتسمع الخبر بتنهار من الفرحة وبتاخد ولادها في حضنها اخيرا بعد شهور من البعد وبتفضل دي بيكا عايشة مع ولادها لحد دلوقتي بحب وسعادة وبيخلص الفيلم واللي بيكون قصة حقيقية الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام